من الميادين السلام عليكم وإلى العنوين يلدرم رئيسا لحزب العدالة والثانمية والحكومة التركية وأولويته وضع دستور جديد يقر النظام الرئاسي النهضة تختتم مؤتمرها العاشر بالمصادقة على خيار الفصل بين العملين الحزبي والدعوي في تونس حفتر يدعو وزير الدفاع للاستقالة والخلاف يتسع مع حكمة الوفاق حول أحقية الحصول على السلاح بعد رفع الحظر عن تسليح الجيش أهلا بكم انتخب بن علي يلدرم رئيسا لحزب العدالة والثانمية الحاكم في تركيا انتخاب يلدرم جاء خلال المؤتمر الاستثنائي الثاني للحزب ووفق النظام الداخلي للحزب الحاكم فإن من يرأس الحزب يتولى رئاسة الحكومة يلدرم دعا في كلمات له خلال المؤتمر إلى دستور جديد للبلاد يقر النظام الرئاسي بن علي يلدرم رئيسا جديدا لحزب العدالة والتنمية بغالبية أصوات المؤتمر العام الاستثنائي الثاني للحزب أصبح يلدرم الرئيس الثالث للحزب الحاكم في تركيا بعد أدوغان وأوغلو في خطوة قد تدفع تركيا إلى النظام الرئاسي الرئيس رجب طيب أدوغان يحمل على عاتقه مسؤولية ملايين المواطنين وعلينا أدفاء الصبغة القانونية على هذا الواقع الفعلي من خلال صياغة دستور جديد والانتقال بالحكم من النظام البرلماني إلى الرئاسي في رسالة بعث بها رجب طيب أدوغان إلى المؤتمر تحدث الرئيس التركي عن ثقته في أن المرحلة القادمة ستحمل محاولة لإيجاد نظام إداري جديد وتغيير للدستور الحالي بضيفا إن مسؤوليات كبيرة ستلقى على عاتقي رئيس الحزب الجديد من جهة وفي كلمة ودعية أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن حكومته أوفت بكل نعود التي قطعتها على نفسها قبل الانتخابات لافتا إلى أن الحكومة واجهت أكبر خطر للإرهاب في تاريخ البلاد وقدمت مكافحة فعالة ونجحة ضد المنظمات الإرهابية مضيفا أن قراره تسليم المهمة جاء لحفظ وحدة الحزب الحقيقة الوحيدة وراء قرار تسليم المهمات وعقد المؤتمر العام للحزب بعد ستة أشهر من حصولنا على 49.5% من الأصوات ودعم 24 مليون ناخب هي القيمة والأهمية التي أوليهما لوحدة حزبنا وتكاتفه هي محاولة جديدة يقوم بها الحزب الحاكم في تركيا لتكريس النظام الرئاسي في البلاد وسط صفة من التفجيرات وعدم الاستقرار تعيشها تركيا في الفترة الأخيرة نفذت القوى الجوية العراقية ضربة ضد مقار لداعش في قضائيا الفلوجة ما أدى إلى مقتل العديد من عناصر تنظيمة إلى ذلك طالبت القوات العراقية من أهالي الفلوجة بغادرتها تمهيدا لبداية تحريرها من داعش في عملية أطلق عليها اسم كسر الإرهاب أعلن الأعلام الحربي في العراق أن قيادة الحشد الشعبي والقوات الأمنية وضعت خططا لتأمين حياة المدنيين الذين تستخدمهم داعش دروعا بشرية في الفلوجة أثناء عملية دخول المدينة ارتباط وانفراج للأزمة السياسية في العراق بجلسة شاملة للبرلمان دفع اقتب العملية السياسية إلى توسيع رقعة الحوار والتفاهم والخروج بنتائج قد تعجل من انعقادها في المقبل من الأيام محمد الفهد ملامح انفراج الأزمة السياسية في العراق تلوح في الأفق إذا عقدت جلسة شاملة للبرلمان هكذا يقرأ متابعون المشهد السياسي جلسة باتت تعقد عليها الأمال لتخفيف حدة الغليان في الشارع وتضييق فجوة التقاطعات بين الأفريقاء بغية لملمة أطراف العملية السياسية بعدما أخذت بالاتساع الجلسة المتوقعة ويجب أن تعقد البرلمان العراقي هذه وظيفته يجب أن يعقد وأن يقوم بتلبية متطلبات واقعية للشعب العراقي وأن يعمل الأفريقاء داخل البرلمان على تأكيد حضور هذه القوى الفاعلة وتشكيل حكومة تضم الطيف العراقي الأشمل أولى خطوات الطريق باتجاه عقد الجلسة تمثلت باجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع قادة الكتل باعتبارهم المحرك الرئيسة لنوابهم فضلا عن المرونة التي باتت تتضح لدى الكتل الكردستانية عبر قرار الحضور وكذلك جبهة الإصلاح المكونة من النواب المعتصمين مجموعة تحركات قد تمثل نية جدية نحو إصلاح الوضع الحالي طريق الحال هو أن الكتل السيئة تحكم ضميرها وأن جلسة يوم 14 نيسان كانت جلسة قانونية وتمت فيها الإقالة وإذا كان هناك منتظر يرفع دعوة لماذا لم يرفعون دعوة لحد هذه اللحظة؟ عندما اعتقدنا نؤمن إيمان كامل بأن يوم 26 هو تجاوز على الدستور والنظام الدخلي فرفعنا دعوة ولائحة والقرار يوم الثلاثة راح يكون أو الأربعاء يوم الأربعاء من هذا الأسبوع الإجماع على أن جلسة برلمانية شاملة هي كفيلة بحل الجزء الأكبر من الأزمة الحالية قد يضع أقطاب العملية السياسية أمام مفترق الطرق إما الإسراع بالتوافق أو انتظار نتائج قد تلقي بآثارها السلبية على المشهد العام في العراق عقد جلسة برلمانية شاملة قد يكون الطريق الأقرب لضفة الانفراج لكنها لا تشكل نهاية الأزمة بشكل كلي بسبب تشعبها وتراكم مسبباتها بحسب المعطيات وبالرغم من ذلك فإن التئام البرلماني في الأسبوع الحالي أو بعد قد يكون أحد مفاتيح الحل لأزمات عدة وخطوة تمنع نفاذ مبادرات الحلول محمد الفهد بغداد الميادين نقل مفد الميادين إلى الكويت عن مصادر يمنية تأجيل الجلسة المسائية التي كانت مقررة بين فريقي المشاورات إلى صباح غد وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تأكيد الرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي أن وفد حكومته سيعود إلى طاولة المفاوضات مع أنصر الله وذلك عقب اجتماع بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة وأمير قطر في الدوحة بدأ الرئيس الوزراء الفرنسي منويل فالز زيارة إلى فلسطين المحتلة للمدافع عن المبادرة الفرنسية لإحياء عملياتها التسوية فالز أكد ضرورة تحريك عملياتها السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأوضح أنه يدرك أن هذه المفاوضات ستكون طويلة وشاقة وأقر بأن طريقة ضيق وأن عمل السلام ليس بالشيء السهل أعلن رئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التحقيقات بشأن تحاطم طائرة مصرية قد تستغرق وقتا طويلا وأنه لا فرضية مرجحة للآن عن أسباب سقوط الطائرة كلام السيسي جاء في وقت تواصل فيه القوات المصرية البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة في أعماق البحر غدت العثور على بعض حطام ومتعلقات تعود لركاب الطائرة المنكوبة حتى الآن كل الفرضيات محتملة وبالتالي من فضلكم مهمة جدا أننا لا نتكلم ونقول أن هناك فرضية معينة نحن تفزل جهود دلوقتي وفيه معدات للبحث تحركت النهاردة يعني السر ولا حاجة لا أقول كده من وزارة البترول عندها غواصة تستطيع أن تصل إلى 3000 متر تحت سطح المية دي تحركت النهاردة في اتجاه المنطقة سقوط الطائرة في لبنان أقفلت مركز الاقتراع في المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية العملية الانتخابية شهدت منافسة في بعض المناطق وبرودة في أخرى عباس الصباخ الجنوبيون يقترعون على نحو لافت في المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في لبنان البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة شهدت ما يشبه الاستفتاء والمبايعة للمقاومة عشية الذكرى السادسة عشر للتحرير ففي بلدة رميشة الحدودية توافد الناخبون منذ الصباح إلى مراكز الاقتراع لاختيار مجلسهم المحلي مع ترك التيار الوطني الحر وغيره الحرية لمناصرهم في اختيار المرشحين وسط ارتياح لافت أما في بعض بلدات قضاء بنت جبيل فتنافست لوائح الوفاء والتنمية المدعومة من حزب الله وحركة أمل مع لوائحة يدعمها يساريون ومستقلون أما في مدينة صور فتنافست لائحة التنمية والوفاء مع لائحة مواطنونة ومواطنات المدعومة من وزير السابق شرب النحاس الأجواء كثير تمام هلأ وصلت على صور الشباب عم تقدم لوائح ما في دفعش ما في شيء حضارية وهلأ منفوت ومنحط الورقة اللي بتناسبنا والجميع موفق ان شاء الله بس كله تمام انتخابات الجنوب تميزت بمنافسة سياسية واضحة في صيدة حيث احتدم الصباق البلدي بين لائحة التنظيم الشعبي الناصري واللقاء الديموقراطي ولائحة طيار المستقبل والجماعة الإسلامية ولائحة ثالثة مدعوما من الموقوف لدى القضاء اللبناني أحمد الأسير أما في مدينة جزين فكان تنافس نيابي إضافة إلى التنافس البلدي حيث يسعد طيار الوطني الحر إلى إيصال مرشحه للبرلمان خلفا لأحد نوابه المتوفين انتخابات محلية هادئة في الجنوب اللبناني وأهل الجنوب لا يلتفتون إلى تلك المواقع الإسرائيلية المطلة على قراءهم ويمارسون حقهم بديمقراطية وينعمون بالأمان منذ التحرير عام 2000 عباس صباغ من بلدة رميش الحدودية مع فلسطين المحتلة الميادين إلى تونس حيث حسمت حركة النهضة في اليوم الأخير من مؤتمرها لاختلافات القائمة حول الخيارات المطروحة لوضع القانون الأساسي المتعلق بكيفية اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للحركة كما تمت مصادقة على العديد من أوراق العمل أبرزها اللائحة السياسية التي رسمت خيار الحركة الاستراتيجي مستقبلا في أجوان اعتبرتها قياداتها نقلة نوعية في تاريخ النهضة سميح البوغان خلف الأبواب المغلقة وباعتماد آلية التصويت الإلكتروني واصلت حركة النهضة أعمال مؤتمرها في يومه الأخير أبرزها كان المصادقة على كل اللوائح الداخلية وبينها اللائحة السياسية التي رسمت من خلالها الحركة خيارها الاستراتيجي مستقبلا وحظيت بنسبة 93% من الأسوات كما تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي إضافة إلى مناقشة القانون الأساسي الذي خضع لعدد من التنقحات نقشنا المشروع اللائحة الهيكلية وقت المصادقة عليها كذلك والآن بدأنا في مشروع في مناقشة تعديلات القانون الأساسي للحركة والأشغال متواصلة وإن شاء الله سننتهي في خلال الساعات القريبة هذه بعد ذلك سننطلق في المرحلة الأخيرة من المؤتمر وهي انتخاب رئيس الحركة المؤتمر العاشر للنهضة مثل نقلة نوعية في تاريخ الحركة ولا سيما بعد تقييمها تجربتها السياسية تقييم أدركت من خلاله وفق قياداتها ضرورة تغيير توجهاتها السياسية والدعوية حتى تكون مواكبة للتطورات التي تشهدها البلاد كما المنطقة أهم الأشياء هو الوعي بالمتغيرات السياسية الحاصلة في المشهد السياسي قبل الثورة وبعد الثورة والتأكيد على أهمية هذا التوجه الاستراتيجي لم يشهد حركة النهضة القائمة على الشراكة السياسية نحن نبني خيار استراتيجي مستقبلي واضح المعالم واضح حركة النهضة تشتغل في السياسة كحزب سياسي تعتني بالشأن العام المجتمع المدني يحتاج أن يقوم على أدواره الحقيقية يحتاج فسحة من الأحزاب السياسية حتى يتخفف من هيمنته ومن هيمنة الدولة يحتاج أن يكون قوة توازن مع الدولة الحاكمة في تونس بصفة عامة هذا خيار استراتيجي وخياراتنا كلها تريد أن تعزز ثقافة مستقبل تونس أزدل السيتارو إذن على جدول أعمال مؤتمر النهضة بفتح باب الترشح للرئاسة وأي إن كان الاسم الفائز فإن الحركة وضعت رسميا خارطة مستقبلها السياسية الجديدة بعدما لقته حركة النهضة من انتقادات خلال فترة حكمها ها هي تعدل اليوم مصر في محاولة لتكون كما تقول في شعار مؤتمرها نهضة تونس الجديدة سميح البغانمي مدينة الحمامات التونسية الميادين ومعنا من تونس المحلل السياسي خالد عبيد بداية أهلا بك سيد خالد أصداء المؤتمر العاشر لحركة النهضة الذي يختتم أعماله ما هي حتى الساعة مساء الخير فعلا أصداء مؤتمر العاشر لحركة النهضة الذي نعتقد أنه سيختتم الليلة أشغاله هي أصداء تدل على أن كل شيء سائر نحو المخطط أو نحو الفكرة التي يخطط لها وهي ضرورة أن ينجح هذا المؤتمر وضرورة أن تخرج النهضة وحزب النهضة من هذا المؤتمر أقوى مما كانت وأوضح مما كانت لدرأي العام التونسي وكذلك العالمي والنقطة الأساسية في كل هذا أن المشهد الأساسي أو النقطة الأساسية هي أن حركة النهضة أرادت أن تبرز من خلال هذا المؤتمر العاشر أن تبرز أن الحركة الأقوى في تونس وهي الحزب الأكثر هيكلة في تونس والحزب القادر على أن يعبأ أكثر وعلى أن يكون هناك تنظيم أكثر لديه وتتعبئ أكثر وانضباط حزبي أعمى لدى أتباعه وأنصاره نعم سيد خالد هل نجحت حركة النهضة في إظهار بأنها الأقوى على الصحة التونسية من خلال هذا المؤتمر نعم فعلا نجحت النهضة وذلك قد تجلى خاصة من خلال المؤتمر أو الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر والتي انعقدت يوم 20 مايو حيث لاحظنا أن هناك إصرار كبير على أن تكون المشهدية طاغية من أجل إبراس هذا التجلي وقد لاحظنا حتى من خلال الخطاب الافتتاحي للسيد رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي حيث لاحظنا السيد راشد الغنوشي وهو يتحدث عن الوضع كله بدون استثناء عن الوضع الاقتصادي لتونس الاجتماعي السياسي وفي نفس الوقت يريد أن يعطي نظرة جديدة لحركته من خلال هذا المعطل الأساسي وكأن السيد راشد الغنوشي هو الذي يحكم فعلا تونس وليس بقية الأحزاب الأخرى وخاصة الأحزاب المتداعية مثل حزب نداد تونس الذي يحكم نظريا وصوريا فقط في نهاية الأمر نعم سيد خالد إذا ما أردنا العودة إلى النقطة الأهم التي صدرت عن هذا المؤتمر وهو الفصل بين السياسي والدعوي لحركة النهضة لا يزال الهدف غير واضح لهذا الفصل ما الذي يقال في تونس حول هذه النقطة بالضبط هناك رأيان سيدتي في هذه النقطة بالذات هناك رأي لدى النخبة السياسية وكذلك النخبة المثقفة تقول على الأساس أن هذا الشعار الشعار الفصل بين الدعوي والسياسي إنما هي مجرد بهرش فقط أو إن جرد مجرد تجميل ومساحيق فقط بينما الباطن أو إن شاءنا أو الفكرة الأساسية بقيت كما هي وهناك أحيانا لعب على الكلمات إن شاءنا نحن نلاحظ أن في البداية استعملت كلمة الفصل بين الدعوي والسياسي وعندما حدث جدل حول هذه الكلمة كلمة الفصل تم استنبات كلمة أخرى وهي كلمة التخصص أي التخصص يعني أن حزب حركة النهضة سيكون حزبا سياسيا متخصصا فقط متخصص في السياسة بينما كل ما يتعلق بالأمور الدعوية سيقع تخصيصها أو ستخصص فيها لجمعيات المجتمع المدني لكن المعطى الأساسي لم يقع الإشارة أو استعمال كلمة التخلي عن الدعوي والسياسي لم يقع الإشارة أو استعمال كلمة الفصل بين الدين والسياسة وهذا معطى أساسي لأن إن حتث هذا فإن حركة النهضة في نهاية الأمر تفقد مشروعية وجودها لأن مشروعية وجودها منذ أواخر الستينات من القرن الماضي تقوم على أساس أن لا فصل بين الدين والسياسة بل العكس فالإسلام في نظرها هو الدين شمولي وهي لا ننسى دائما أنها ولدت في الرحم الأخواني وبقيت في هذا الرحم الأخواني حتى الآن حتى الآن وإن أعلنت أنها لا تتبع حركة الأخوان المسلمين فإن على الأقل هناك مجميع مشتركة تربط بين حركة النهضة والتنظيم الأخوان المسلمين في مصر لكن المعطى الأساسي في كل هذا يجب أن نركز عليه أن حركة النهضة تريد فعلا أن تتتونس لكن هذا التتونس هل هو سيكون على أرض الواقع حقيقة هي صحيحة الآن تعيش فترة انتقالية ونحن لن يمكن أن نحاسب على الأقوال نحن ننتظر الأفعال ولذلك نعتقد أن حركة النهضة ستمر بامتحان عسير للغاية في قادم الأيام والأشهر وذلك حتى نرى حقيقة أن هذه الحركة قد تخلت فعلا عن الأمور الدعوية وفصلت بين ما يسمى بالدين والسياسة أم لا وإن كنا لا نعتقد ذلك لأن أعتذر عن المقاطع ولكن هل هناك من ردود فعل لبعض القوى التونسية والأحزاب التونسية على هذا التخصص وليس الفصل وماذا عن أجهباء الشعبية في هذا الإطار فعلا القوى السياسية الأخرى وخاصة هنا أجهباء الشعبية وبقية الأحزاب الأخرى التي ترى نفسها في مشروعها يتناقض مع المشروع حركة الناظة أو حزب الناظة تنظر بعين الريبة الكبيرة إلى هذا التحول إن شاءنا وتعتبره تحولا اسميا فقط وصوريا إن شاءنا وليس تحولا حقيقيا لأن المعطى الأساسي بالنسبة إليها هي مسألة إذا كانت حركة النهضة من قبل تدعي بأنها وحركة لتجاه الإسلامي ومسميها القديم تدعي بأنها حركة سياسية فلماذا الآن ستفصل بين الدعوي والسياسي هذا إثبات بالنسبة إلى هذه النخب على أساس أنها فعلا كانت حركة سياسية ودعوية في نفس الوقت ولكن الارتأت الآن أن تفصل بين الاثنين لكن هذا الفصل هو فصل منهجي أو إن شاءنا تكتيكي أكثر منه لأن الدعوي سيادها في جمعيات وإن شاءنا وهذه الجمعيات ستتخصص في الدعوي وستصبح حسب ما يقول خصوم حركة النهضة الخزاني الاستراتيجي لهذا الحزب السياسي حزب النهضة والموقع الأساسي الأكثر أيضا أن حركة النهضة تلاحظت نعم سؤال أخير لو سمحت هل يمكن أن يحدث هذا القرار قرار حركة النهضة شرخ جديد في الطبقة السياسية في تونس خصوصا بين الليبراليين المتحالفين مع النهضة وعلمانيين يساريين يعملون ضدها أو بواجهها فعلا هو سيحدث شر شرخا الشرخ سيكون موجود خاصة بين القوى المتحالفة السياسية الليبرالية إن شاءنا المتحالفة مع حزب حركة النهضة وخاصة هنا حزب السيد الرئيس الجمهورية وسيد الباجي قيد سبسي وبين بقية القوى السياسية الأخرى وخاصة اليسارية منها وحتى غير اليسارية مثل حركة مشروع تونس هذا الشرخ سيتوضح إن سيزداد عمقا واتساعا أم أنه سيتقلس أكثر فأكثر وهذا متوقف على مدى جدية حركة النهضة في تبيان أنها فعلا قد تغيرت فعلا وليس سوريا فقط ونحن لا ننسى خطاب السيد الباجي قيد سبسي الذي أكد ووضع إن شاءنا حركة النهضة في الزاوية وضعها في الزاوية عندما ركز على نقطة أساسية وهي ضرورة أن تتتونس وضرورة أن تبتعد عن الإسلام السياسي وأن تكون تونسية فعلا وليس تونسية شكرا جزيلا لك سيد خالد بينما قلبها وكلها خارج تونس شكرا جزيلا لك سيد خالد العبيد وأنت المحلل السياسي كنت معنا من تونس يزور وزير الشؤون الخارجية والتعاون في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أسلكو ويلد أحمد إزيد بي الجزائر بعد غد بيان الخارجية ذكر أن الزيارة ستتمحور حول تحضير الاجتماعي دورة الثامنة الثامنة عشرة للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية الزيارة تأتي للمرة الأولى بعد عام على تبادل طرد موظفي سفارتين البلتين تعيش ليبيا جدلا حول الحصول على السلاحي بعد رفع الحظر الجزئي عن التسليح الذي أقره مؤتمر فيينا الأخير صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية نشرت تقريرا عن القوات الليبية التي تواجه تنظيم داعش من دون الأسلحة والتي وعدت بها من قبل الدول الغربية فيما ينظر الجيش الليبي لهذه الأسلحة أنها من حقه لكونه شرع في محاربة الإرهاب قبلها دلولة حديدان الحرب على داعش في ليبيا قد تعيد الصراع إلى نقطة الصفر فالجيش بقيادة الفريق أو الخليفة حفتر يعتبر نفسه مسؤولا على تطهير البلاد من الإرهاب وقوات الجيش المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غربا تتبنى محاربة داعش وتريد ملاحقته إلى معقله في السرط قرار المجتمع الدولي رفع الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى ليبيا أسمته لحكومة الوفاق في طرابلوس دون غيرها بعدما كان الاعتراف بالجيش الرسمي للبلاد في بنغازي شرقا أمر سيفتح مواجهات وجبهات موازية للجبهات ضد داعش القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر أعطى مهلة للمهد البرغتي وزير الدفاع في حكومة الوفاق للانسحاب من الحكومة والعودة لقيادة محاول القتال للكتيب 204 دبابات في بنغازي وإلا سيكون عودة للمثور أمام الإدعاء العسكري البرغتي من جهته متمسك بمنصبه ورافض لأي تنازل عنه في تصريحات إعلامية قال إن معركة السيرت هي الاختبار الحقيقي للمجلس الرئاسي والحياد عن خيار الوحدة بشأنها سيحرق كل ليبيا بالنيران داعش وأقود تلك النيران هي الأسلحة التي ترى كل جهة في ليبيا أنها الأحق بها فالفريق أو الخليفة حفتر يرى نفسه الأولى بها كونه يحارب الجماعات المسلحة وداعش في بنغازي ومجاورها والغرب يرى الأولوية نفسها كونه يتقدم نحو معقل داعش الذي من أجله سيتحرر السلاح نحو ليبيا صاحبة ساندي تيليغراف البريطانية قالت في تقرير لها إن قوات الغرب الليبي المقدرة بنحو ثلاثة ألاف مقاتل تخوض معاركها ضد داعش من غير السلاح النوعي وفقدت على خط النار مئتين من عناصرها وتشترط الحصول على صواريخ مضادة للدبابات لقصف شاحنة داعش المفخخة الشرق ينظر إلى قوات الغرب على أنها ميليشيات تستخدم الشرعية مطية للحصول على السلاح والغرب ينظر للجيش على أنه بات فاقدا للشرعية وليس أمامه إلا الإنضمام إليها بين الموقفين يضرب داعش بنصف قوة رجال ليبيا وبسلاح أقل من أن يقضي عليه ومعنا من بن غازي عضو أشهر الخارجية في البرلمان الليبي أبو بكر الفرجاني بداية أهلا بك سيد أبو بكر هل أعاد الجدل حول أحاقية من سيتسلم السلاح الصراع في ليبيا إلى نقطة الصفر اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالإجابة على سؤالك مباشرة للدخول في صلب الموضوع البرلمان هو القبة الشرعية الوحيدة في ليبيا ومتنفلة في البرلمان الليبي وبالتالي يتم دعم البرلمان عن طريق القيادة العامة للجيش الليبي ومتنفلة في المحسسة العسكرية بقيادة الفريق أو الخليفة حفظ وبالتالي نرى أن الغرب نعم التي تتفع عن نقطة مرض في غرب ليبيا نعم طيب سيد أبو بكر بالحديث عن الشرعية وعن البرلمان الليبي هناك أيضا حديث عن حكومة الوفاق هل هناك من معلومات إذا كان وزير الدفاع في حكومة الوفاق مهدي البرغتي سيعود إلى مدينة بنغازي كما طلبا منه حكومة الوفاق الوطني لنتخفض الشرعية الآن والمصادقة عليها من البرلمان الليبي وبالتالي في حكم المفقودة نعم نعم ماذا عن وزير الدفاع مهدي البرغتي السيد العقيدة المهدي البرغتي يتبع القيادة العامة للجيش الليبي ويتبع المواصفة العسكرية التي تتبع البرلمان الليبي وبالتالي في أي قرار يتم اتخاذه من القيادة العامة للجيش الليبي ضد أي فرد من أفراد المواصفة العسكرية سواء كان رئيس كتيبة الزبادات مثل الأربعة أو كان عسكريتان فبالتالي العقيدة المهدي البرغتي الآن في المنطقة الشرطية وفي منطقة البرغة بالتحديد ونطقة ملاته التي معروفة ببساعها ضد داعش والواقفة مع الجيش الليبي في حربه ضد داعش فبالتالي العقيدة المهدي البرغتي نعم يبدو بأننا فقدنا الاتصال بكل أحوال يأتينا الصوت متقطع عن سيد أبو بكر الفرجان بكل أحوال شكرا جزيلا لك وأنت عضو أشؤون الخارجية في البرلمان الليبي كنت معنا من بنغازي خطام النشرة والآن نعود إلى العنوين يلدرم رئيسا لحزب العدالة والتنمية والحكومة التركية وأولويته وضع دستور جديد يقر النظام الرئاسي النهضة تختتم مؤتمرها العشر بالمصادقة على خيار الفصل بين العملين الحزبي والدعوي في تونس حفتر يدعو وزير الدفاع للاستقالة والخلاف يتساوم حكومة الوفاق حول أحقية الحصول على السلاح بعد رفع الحظر عن تسليح الجيش المزيد من الأخبار والتقارير على موقع الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية ispanol.almayadeen.net إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر